الحاجة التانية مطش مبارح الحمد لله يمكن البعض كان بالتأكيد عارف انها مباراة سهلة مش مباراة صعبة ولكن مثل هذه اللقاءات اللي في الادوار التمهيدية بتبقى لقاءات محفوفة بالمخاطر ما تضمنش وما تعرفش ممكن المنافس اللي هتلعبه هل في مستوى فن قوي في مستوى فن ضعيف بالتأكيد السكاوتينج والتحليل بيبقى صعب في الادوار دي نتيجة عدم اذاعة المباريات نتيجة قلة المعلومات المتوفرة للاجهزة الفنية عن الفرق المنافسة ولكن الاهل مبارح لعب المباراة بكل جدية ورغم الفرص العديدة لكن ادر الاهل يحسم النتيجة والفوز بثلاثة اهداف مقابل لشيء مباراة مبارح على فكرة دي مباراة بطل اسيوبيا يمكن فريق سان جورج لم يتمكن من اداء مباراته على ارضه وعلى ملعبه كان فيه ديدلاين لتحديد الملعب اللي تقام عليه المباراة في التوئيد ده ما كانش الاتحاد الاسيوبي ونادي سان جورج ادر ياخد الموافقة من الاتحاد الافريقي على استضافة اللقاء رغم ان لعب على نفس الملعب لقاء الدوري التمهيد الاول ولكن الاتحاد الافريقي كان شايف ان من الصعوبة ان الدوري التمهيد التاني تقام عليه مباراة بدون جمهور بهذا الشكل فكان فيه صعوبة في تحديد المكان بالنسبة لفريق سان جورج الى ان اتفق مع النادي الاهل انه يلعب لقاء الزهاب هنا في استاد القاهرة وبالامس بالفعل الاهل يلعب لقاء الزهاب مع سان جورج وفاس بي الثلاثية لو بنتكلم في اطار المعادلات الرياضية الاهل يكسب من برح خارج ملعبه 3-0 الاهل يكسب خارج ملعبه 3-0 وبالتأكيد لقاء العودة طبعا تبقى صعبة ولكن بالحسابات فريس سان جورج عشان يقصي الاهل لقدر الله ويتأهل محتاجي يكسب 4-0 فان شاء الله في لقاء العودة يوم الجمعة المقبل اللي تحدد خلاص معاده هيكون الساعة 7 مساء يوم الجمعة 29-9 على استاد القاهرة الدولي الاهل بقى يستعد المطش العودة ازاي؟ دي رؤية فنية لمرسل كولر اكيد هيبع عنده خيارات فنية ممكن يريح عناصر اساسية ممكن يشوف عناصر تانية ملاعبتش بشكل اساسي في المباراة اللي فادت فيدفع بيها في مباراة الجمعة ده امر فن هيعود لمرسل كولر يدفع بياسر ابراهيم يدفع باحمد نبيل كوكا يريح مراوان عطية يريح مثلا أليو ديانج ممكن يلعب بريدا سليم ريدا سليم ملعبش مباراة نزيجة الايقاف لكن هيكون جاهز للقاء العودة مودست غير متاح لسه في الدور ده لان مودست قيده كان فيه قايمة شهر 9 فبالتالي قايمة الدور التمهيد التاني ما كانش فيها أنتوني مودست المهاجم الفرنسي كريستو ممكن يبدأ كل دي أكيد رؤية فنية لمرسل كولر هو اللي يشوف احتياجاته واختياراته الفنية للقاء العودة خاصة أن بعد لقاء سانجورجي يوم الجمعة اللي جاية الاهلا عنده مطش مع امبي في كأس مصر نص في نهاية كأس مصر العام الماضي فأكيد مباراة مهمة جدا لازم يكون فيه يعني تحضير جيد لهذه المباراة الصعبة جدا الاهلا مباراة على فكرة بدأ بتشكيل أساسي شناوي هاني منعم رامي علي معلول عطية مرون عطية أليو ديانجي مام عشور بيرس التاو حسين الشحات قهرباء وكان بيرس التاو مشاركته مباراة يعني مفجأة لعدد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين لأنه كل كان متوقع أن بيرس التاو يتم راحته في مباراة الأمس ولكن تاو لعب مباراة كبيرة جدا قد بشكل كويس جدا ولكن ما كانش ليه نصيب من الأهداف اللي تم إحراز الأهل مباراة كسب 3-0 هدف الأول والهدف الثاني لحسين الشحات وبيقدم موسم رائع جدا من الموسم الماضي يعني مش الموسم الحالي بس ده الموسم الماضي حسين بيقدم يعني مستويات عالية المستوى أو فترات عالية المستوى في الفترة الأخيرة الأهداف فيها لقطة جمالية مباراة بيرقص مدافع فريق سانجورج بيركن الكرة في الزاوية البعيدة مباراة الكرة الثانية الهدف الثاني كرة عالية جدا من قهرباء قدر يستلمها بشكل كويس جدا يسبت القرى على الأرض ويوجهها في الزاوية اليومنا لحارسة فريق سان جورج إمام عشور امبارح مان أفزمتش يعني هو الطبيعي يتقال لك مان أفزمتش ممكن يكون صاحب الرصيد الأعلى من الأهداف عندك لعيب زي حسين الشحات جاب هدفين من التلات فطبيعي ياخد مان أفزمتش لكن امبارح إمام عشور كرة في العرضة سروباس مثلا من نص الملعب يهاجم ويسدد وتليه أول واحد بيعمل ارتداد الدفاع ويكون على طول موجود في نص الملعب بيأمن المنطقة اللي مكلفوا بيها كولر إزاي يؤدي الدور الدفاعي مواصفات إمكانيات لعيب بصراحة يعني عشر على عشر عمل مان أفزمتش مبارح ممتاز جدا وبيكمل ولسه امام عشور عنده الجديد والإضافات خلال الفترة اللي جاية بعض الناس ممكن تقولك امام عشور كان بيقدم المستويات دي في فترات سابقة بس ما كانش واخد هذا الزخم الإعلامي والجماهيري ردي اي كل حاجة واحدة بس الشعبية والجماهيرية انت ممكن تلعب في فرقة تعمل فيها كل حاجة لكن لما تنتقل النادي الأهلي هنا الوضع بالنسبة لك بيبقى حاجة تانية خالص تريكا لما كان في الترسنة كان بيعمل مستويات عالية جدا وكان بيقدم مستويات عالية جدا ولكن تريكا لما انتقل النادي الأهلي الزخم الإعلامي والجماهيري مع تريكا هو في الأهلي غير لمع تريكا وهو في الترسنة ولعبة كتيرة على فكرة بس أنا أريد مثال بما أن تريكا كان بيرتدي رقم 22 وهو اللي عمل إمج لرقم 22 وحاليا إمام عشور رقم 22 إمام عشور برضو كان بيلعب في العديد من الأندية ولكن لما انتقل للنادي الأهلي الأمر بيختلف على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الجماهيري حتى الاهتمام الإعلام هيختلف ليه؟ لأنه لعب مواصفات خاصة انتقل لنادي جماهيري كبير جدا عنده شعبية كبيرة في أفريقيا والوطن العربي فالناس اللي شايفة التقييم بتاع إمام عشور زايد عن الحد قوي لا هو بس عشان بيلعب في الأهلي فالموضوع مختلف في التناول الإعلامي والتناول الجماهيري شعبية الأهلي كبيرة فأي حد بينتقل لنادي الأهلي أيا كان الفريق اللي كان بيلعب فيه قبل كده أيا كان مع كامل احترام لكل الأندية الأهلي يبقى حالة مختلفة سواء في التناول الإعلامي أو حتى في الزخم الجماهيري والزخم الشعبي سواء داخل مصر أو خارج مصر